مرحبا بكم في برنامج مرحبا نصين أنا سارة مقدمة البرنامج دعونا اليوم نواصل رحلتنا لاستكشاف الباندا أبو هي مربية يبانية في قاعدة بحوث تربية الباندا العملاقة بمدينة تشندو لماذا اختارت مثل هذه الوظيفة بعد ما جئيها إلى الصين منذ عدة سنوات وما هي المشاعر التي تشعر بها تجاه الباندا العملاقة دعونا نتعرف على ذلك معا من خلال حلقة اليوم جيوب من من الكتاب المجرمات في المجرمات تشندو لانسيحونكو نشر خلال نشر مجرمات وهي الأولى في المجرمات المقبلة سعر طوال الجوائم المتعب في المجرمات قتل مفترة أيضا أجل مهمة لتقالية من المقبلة ويقوم تشعر الوظيفة الوظيفة ويقوم تشعر الوظيفة و لكن تكون سمسطة على الوزن من المرسلة العمالية في الغحة والأكبر التواصل الاجتماعي وقت الطبيب والآbu من التأكد بشأنهم سيكون هذا الرجل المساق بالنسبة أيضا الجبية من الأفضل الأفضل من أن تresentه المائك فقط أن نشاهد في الأشياء يمكنك أن تكون مرحبا أعباً فبنك يكون في الوطفة فلانياً فلانياً من المنزل فلانياً من المنزل فلانياً ما أحبك؟ فلانياً لا أمام فلانياً محباً فلانياً فلانياً اشتركوا في القناة أبوكي 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 أحبينك بشكل حديث أبوكي قصير أجلب你 تريد أن تحديثك ما هي الأشياء الأشياء أبوكي هو أني تكون هذه الأشياء الكثير من أشأن الكثير حاولي أن تحديثك يمكن أن تكون نفسك يترون الخالف أشبه يجب أن يكون على الكثير أن يكون أشياء 第三就是行為觀察 除了基本的工作以外 24小時都要盯著 熊貓媽媽帶小仔 有時候還要幫小仔吃母奶 有時候還人工補奶 人工又在輔助排便 除了這些工作以外 熊貓的發情期 還熬夜 收他們的尿液 還要做熊貓的配種工作 還要做講解員 還有安全員 還有有時候還有熊貓 所以可能你們沒想到 熊貓思想員的工作這麼複雜 這麼豐富 阿布你的中文太好了 你學中文多久了 我學中文已經十幾年了 在日本的大學學了漢語專業 因為我從小就喜歡大熊貓 所以我想在中國專門學習熊貓 是什麼樣的動物 還想學習保護熊貓 在中國為了保護熊貓 要做哪些措施 將來我還想學習熊貓的野外法規工作 在日本也有很多的熊貓 是吧 那你為什麼選擇在成都 大熊貓基地工作 現在熊貓基地 一共有200多隻的熊貓 每個貓都性格呀 就年齡啊 還有飼養管理肯定不一樣 所以毛多 就我學習學到的東西應該多 現在日本 總共有13隻大熊貓 東京商業動員有5隻 還有神戶的王子動員有一隻 還有河賀山動員有7隻大熊貓 熊貓粉是叫貓粉 對 對 毛粉呢 就早晨4點鐘、5點鐘、5點鐘 就很早就開始在動員門口排隊 就為了看到熊貓 然後呢 全世界上 哪個動員有熊貓 他們到處都要去看 我覺得 有些毛粉比我還厲害 對 他們挺喜歡熊貓的 اتضح لنا crois明過 我們坐會探受歡迎 علم الحيوان حسنا دعونا نلتقي في الحلقة القادمة